اشتركوا في القناة وهذه تعتبر أهم خطوة والخطوة الأخيرة هي تحويل هذه الخوارزمية إلى أوامر برمجية نأخذ مثال عندك برنامج صرافة وواجهت مشكلة أن المستخدم يقدر يسحب أكثر من الرصيد اللي عنده طيب إيش الحال في المشكلة هذه أنه نحط شرط قبل لا يسحب يشوف الرصيد هل كافي أو لا إذا كان كافي يسحب إذا ما كان كافي يرفض العملية بكل بساطة طيب نروح لخطوة اللي بعدها واللي هي الخوارزمية بكل بساطة هذه هي الخوارزمية أول شيء بداية بعدين العميل يدخل المبلغ المطلوب وبعدين البرنامج يقارن ويشوف هل المبلغ أقل من أو يساوي الرصيد أو لا فإذا كان أقل من أو يساوي يخصم المبلغ من الرصيد وبعدين تتم عملية السحب وينهي البرنامج أما إذا كان لا أكثر من الرصيد فيرسل رسالة رفض للعملية وينهي البرنامج وبعد ما انتهينا من الخوارزمية نروح الخطوة الأخيرة ونحولها الأوامر برمجية وزي ما نشوف قدامنا هذه الدالة تمثل الخوارزمية اللي كتبناها ولكن إذا ما فهمتوها ما هي مشكلة لأنه في دروس ثانية عن البرمجة وهذا الفيديو الهدف منه توضيح البرمجة بصورة عامة وخطواتها زي ما قلنا فكرة أو حل تحليل تحويلها الأوامر برمجية وهذه نهاية الفيديو أتمنى أنه أعجبكم وإذا استفدتم منه انشرواه مع غيركم عشان يستفيد وإذا عندكم أي آراء ثانية أو خطوات ثانية للبرمجة اكتبوها في الكومنت وإذا ما انتم مشترك بالقناة اشترك عشان توصلك دروس زي هذه أول بوال كام معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته